يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورات عسكرية على الحدود الشمالية يشارك فيها 13 ألف عنصر ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مناورات تشمل 8 ألاف جندي من القوات النظامية و 5 ألاف من جنود الاحتياط تهدف إلى تحسين جهوزية العسكرية والقتالية في وحداته في الأثناء يطلق جيش الاحتلال تدريبا مشابها على الحدود الجنوبية في قطاع غزة دون تبيان حجم القوات المشاركة فيها وتنضم إلينا من القدس مراسلاتنا كريستين لناوي أهلا ميكي كريستين ما هي الأسباب التي تم الأعلن عنها وراء هذه المناورات وعد بحسب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سبب هذه المناورات هو التدريب من أجل رفع الكفاءة والجهوزية بحسب بيانات جيش الاحتلال إن كان في المناورة التي بدأت الليلة الماضية عند الحدود الشمالية وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 13 ألف عنصرا ثمانية ألاف عنصر نظامي وخمسة ألاف عنصر من كتائب الاحتياط ذلك في سياق التدريبات المتواصلة وبحسب مزاعم الناطق بأن هذه التدريبات معدة مسبقا ضمن خطة التدريبات للعام 2022 الذي شرف على الانتهاء عمليا في الجهة المقبلة وفي الحدود الجنوبية المناورات والتدريبات هي لفرقة غزة بحسب أناطق باسم جيش الاحتلال هذه التدريبات سوف من خلالها يسمع الفلسطينيون وحتى سكان مستوطنات غلاف غزة يسمعون أصوات انفجارات وأيضا حركة نشطة لمركبات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال لنفس الأسباب رفع الكفاءة والجوزية المراسلون العسكريون وعد لا يخفون بأنه يقولون أنه لا يمكن الفصل عن هذه التدريبات مع ما يجري في الضفة الغربية الأوضاع ملتهبة الأوضاع مشتعلة يوميا هناك مدهمات لمناطق ومدن ومحافظات وأحياء في الضفة الغربية من أجل تنفيذ اعتقالات وتنتهي عادة بتنفيذ اعدمات ميدانية في سياق محاولة وأد المقاومة الفلسطينية التي تصاعدت في هذا العام تحديدا على هيئة وعلى شكل عمليات مسلحة بالتالي عمليات جيش الاحتلال كسر الأمواج متواصلة منذ مارس الآن في نهاية هذا العام منورات عسكرية إسرائيلية يقول المحللون أنه لا يمكن فصلها عن مجريات الأوضاع في الضفة وقلق إسرائيلي من احتمالية أن تشتعل الأوضاع في مختلف الجبهات شكرا جزيلا لك مرسلتنا في القدس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك